السلام عليكم زيوكا شباب إلي أخبار عاملين إيه النهاردة إن شاء الله معنا جهازين من الأجهزة اللي عمل الجدل في الفئة المتوسطة Honor X و Mi 8 Lite النهاردة هنمسك الجهازين دول نفصصهم مع بعض ونشوف مين فيهم اللي بتفوق على التاني في نقاط الكوة والضعف اللي كل جهاز فيهم مش بس كيه كمان الفيديو ده برعاية Touch Store Touch Store هو محل من أفضل المحلات اللي هات عملت معاها بصراحة خلال السنتين اللي فاتوا بيقدم عروض وأسعار ممتازة جدا وكمان عنده خصومات بتقدر توصل لحد 30 و40% وخصومات حقيقة فعلا والمحل معاملته كويسة جدا وكمان عنده توصيل مجاني لحد باب البيت لو عايزين تقدروا تعرفوا أكتر عن Touch Store تقدروا تطبعوا اللينك اللي أنا سأقولكه تحت في الـ Description ومنجير راجل كتير أنا محمد طايل ويلا بينا نبتدي بالنسبة للتصميم في الجهازين التصميم في الجهازين كان حلو واللي اتنين تصميمهم عجبني اللي اتنين بيجوا باقطار من المعدن وضهر من الإزاز وكمان اللي اتنين من قدام فيهم نوتش أي نعم النوتش اللي موجود في الـ 8 Lite يعتبر أكبر من النوتش اللي موجود في الـ 8 X ولكنه بالنسبة مش كبيرة قوي وده بيترجم معانا إن الحواف فعلا يا جماعة اللي موجودة في الـ 8 X تعتبر أقل إن الحواف اللي موجودة في الـ 8 Lite وده ميزة بصراحة تخسب لـ Honor ولكن فيه أربع فرقات بقى مهمين جدا لازم إن انت تعرفهم ما بين التصميمين أول فرق معانا الإطار المعدني اللي موجود في الـ 8 Lite يعتبر بيجي بيلمع على عكس الإطار اللي بيجي من الـ Honor يعتبر إطار مطفي فيه ناس هتفضل ده وفيه ناس هتفضل ده تاني فرق معانا وجود مدخل السماعات في الـ 8 X ومش موجود في الـ 8 Lite وده بصراحة أنا شايفة أن هي حركة شاومي تسرعت عليها شوية يعني كان لسه بدري أولا شاومي عبالما تشيلي 3.5 مليمتر من الفئة المتوسطة يعني كانت مفروض تستنى عليها شوية أما تالت فرق وده هيكون لصالح الـ 8 Lite هو الوزن الوزن في الـ 8 Lite أخف من الـ 8 X ولكن ده جماعة كان طبيعي جدا بحكم البطارية الأكبر في الـ 8 X واللي هنجيلها بعد شوية أما آخر فرق موجود معانا هو وجود شريحتين وكارت ممار في نفس الوقت في الـ 8 X على عكس الـ 8 Lite اللي بيجي هايبر سيم لإما شريحتين أو شريحة وكارت وده طبعا تبقى حاجة نسبية ما بين كل شخص والتاني في المجمل التصميمين بتوعي الجهازين يا جماعة كويسين جدا واللي اتنين حلوين قوي ولكن الفرقات اللي احنا قلناها دي هي اللي هتفرق ما بين الجهازين على حسب انت بقى احتياجك رايح ليني فرق فيهم بالنسبة للشاشتين في الجهازين الـ 8 X بيجي بشاشة بحجم 6.5 إنش بدقة Full HD Plus من نوع IPS وبتيجي بدقة حماية Conan Gorilla Glass 3 على عكس الـ 8 Lite اللي بيجي بحجم شاشة 6.3 من 10 إنش بدقة Full HD Plus وبرضه من نوع IPS ولكن عليها طبقة حماية Conan Gorilla Glass 5 ولكن سيبونا بقى بعيدة عن الأرقام وبعيدة عن Conan Gorilla Glass وبعيدة عن الكلام ده خالص الشاشة الفعلية كانوا الاتنين زي بعض ولا لا بالنسبة للشاشتين بصراحة زوايا الرؤية فيهم كانت ممتازة واسطوحهم تحت أشعة الشبز ممتاز جدا والاتنين ما عانيتش معهم بأي مشكلة سواء في الاندور أو في الاود دور والشاشتين مقربين جدا من بعض اللي هيفرق معاك بالضبط هو يعتبر الحجم وطبقة الحماية اللي مخطوطة عليهم لكن من حيث زوايا الرؤية ونسبة السطوع كل ده كان ممتاز قوي ولكن في نقطة انا حابب دلوقتي اوضحها لان هي جاتلي كتير جدا في التعليقات الزل اللي بيبقى موجود حوالين النوتش سواء في الات لايت أو في الات اكس الزل ده يا جماعة طبيعي اي شركة عشان تقدر تاخد براءة اختراع ان هي تقلل الحواف على قد ما تقدر في شاشة اي بي اس الموضوع ده بيبقى صعب جدا فبيضطر الشركة ان هي تتني الشاشة لتحت قوي فلما بتتني الشاشة لتحت قوي بيظهر الزل اللي انتو بتشوفوه حوالين النوتش وحوالين الاتار هو اي نعم الظاهر بشكل كبير زي الات اكس ولكن الاتنين فيهم زل تحت تحت النوتش وتحت الاتار بتاحهم ولكن دي مسألة طبيعية مش عيف في الات اكس ولا عيف في الات لايت لأ الاتنين زي بعض وده مسألة طبيعية عشان الشاشات الاي بي اس اصلا ماينفعش اللي انت تقلل عليها الحواف للدرجة دي ولكن الشركتين ساعوا ان هما يقللوا الحواف بالدرجة دي ولكن الشركتين ممتازين وما فهمش اي مشاكل خلص بالنسبة للكاميرتين في الجهازين الات لايت بيجي بكاميرا خلفية مزدوجة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.9 مع عدسة تانية مخصصة للعزل بس 5 ميجا بيكسل والامامية 24 ميجا بيكسل اما الات اكس بيجي بكاميرا خلفية مزدوجة 20 ميجا بيكسل 16 ميجا بيكسل بس قبل ما ندى بقى في تقييم الكاميرات لان احنا حطينا تقييم كان قاسي شوية للكاميرتين وحطناهم في ظروف اضاءة صعبة مبدئين احنا اختبارنا الكاميرات دي بالليل لان اختبار الكاميرات بالليل هو اللي يوضح الفرق الحقيقي ما بين الكاميرتين واني فيهم جودة احلى تاني حاجة الاعدادات في الكاميرتين كانوا على وضع الاوتو في كل حاجة والكاميرتين مفاعل فيهم الزكاء الاصطناعي ولكن الاوتو اتش دي ار كنا قفلينه في الجهازين علشان طبعا الايت لايت تتفوق في انه هو في اوتو اتش دي ار على عكس الايت اكس اللي هو المفروض ان انت بتشغل الاتش دي ار بس من خلال مود يعني ما ينفعه تسيبه شغال على طول مع الكاميرا فاضطرنا ان احنا نقفله في الجهازين حاجة تالتة واخيرة قبل ما نبدأ في تقييم الكاميرات ان العزل في الجهازين تقدر تعدله بعد ما تلقط الصورة ولكن احنا سيبنا العزل بالاوتو اللي هيتلقيت مباشرة من الكاميرا من جير ما نتدخل فيه ومن جير ما نعدل فيه بعد الالتقاط الصورة ومن غير رأيك الكتير يلا بيانا يبتدي بيانا بتقييم الكاميرات الصورة الاولى هنا التفوق لصالح الايت اكس بسبب ان العزل كان منطقي اكتر لو جيتوا بصيتوا هنا على البيجراوند في الايت اكس هتلاقوها ان العزل بتاعها طبيعي اكتر ومقرب للواقع اكتر عن الايت لايت فطبعا التفوق هنا في الصورة دي كان لصالح الايت اكس اما الصورة التانية التفوق فيها لصالح الايت لايت وده بسبب ان الصورة درجة وضوحها اكتر حتى مع الزوم البيجسل بتاعها بيكون اقل وده سببه ان الاي اي اللي موجود في شاومي يعتبر افضل من الاي اي اللي موجود في اونر لان الاي اي الموجود في اونر بيحاول ان هو يزود الالوان بس على حساب الكوالاتي والتفاصيل فالتفوق هنا لصالح الـ 8 Lite أما الصورة الثالثة الصورتين هنا بصراحة كانوا متعدلين تقريبا وما قدرتش أفرق فيهم من فيهم الأحسن ولكن الصورتين عجبوني أما الصورة الرابعة هنا كل موبايل ليه غلطة يعني في الـ 8 Lite الكاميرا ما قدرتش تتعامل مع مصدر الضوء وفرقعة الصورة على عكس الـ 8X اللي بسبب الـ AI نعمل وش زيادة عن اللزوم وزود اللون لحمر كتير جدا على عكس الـ AI اللي موجود في شاومي اللي كان الوش طالع فيه تفاصيل أفضل والألوان كانت أقرب للواقع ولكن في الصورة الرقم 4 دي اللي اتنين تقريبا متعدلين من اللي كل واحد فيهم ليه غلطة أما في الصورة رقم 5 نفس القصة كل برضو موبايل ليه غلطة بتاعته شاومي 8 Lite في العزل عن طريق الحواف هنا ما قدرتش اللي هو يزبطها بشكل واضح على عكس الـ 8X اللي كان فيه العزل مزبوط جدا ولكن المي 8 Lite برضو بيتفوق عليه في مسألة وضوح التفاصيل وكمان الألوان اللي أقرب من الواقع على عكس الـ 8X أما في الصورة رقم 6 التفوق هنا لصالح الـ 8 Lite بسبب التفاصيل الأكتر والألوان الطبيعية مشكلة الـ AI اللي موجود في أونر إنه هو بيزود الألوان زيادة على اللزوم ولكن ده بيرجع كله على حساب التفاصيل وبيقللها بشكل جير طبيعي أما الصورة رقم 7 اللي اتنين فيهم كانوا متعدلين والأتنين فيهم بعض التفاصيل اللي كانت كويسة ولكن لو أنت جئت بصيت لمسألة الألوان هتلاقي إن الألوان كانت أفضل شوية ومقربة للواقع أفضل في الـ 8 Lite عن الـ 8X بسبب برضو الـ AI الصورة رقم 8 برضو التفوق لصالح الـ 8 Lite بسبب تفوق الـ AI اللي موجود في شاومي على التفوق الـ AI اللي موجود في الأونر 8X فيعني المسألة هنا برضو في الصورة رقم 8 دي هيبقى التفوق لصالح الـ 8 Lite طيب استنوا بس قبل ما أيا حد يبدأ يحكم رأيه الكاميرتين في الجهازين ممتازين جدا 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 يا جماعة بصراحة والأتنين طلعوا صور حلوة ولو أنت لاحظت هتلاقي إن كانوا فيه صور متعدلين فيها وفيه صور بتبقى متفوقة للـ 8 Lite وفيه صور بتبقى متفوقة للـ 8X فالتصوير في الجهازين بالكاميرا الخلفية ممتاز جدا سواء عزل أو سواء حتى صور عادية ولكن فيه هنا بس مشكلة بسيطة إن الـ AI في شاومي بيتفوق على الـ AI اللي موجود في أونر الـ AI اللي موجود في أونر يا جماعة بتحسوا إنه بيحاول يزود ألوان زيادة عن الطبيعي وبيحاول يخليها تبعد عن الواقع وفي نفس الوقت بيمسح التفاصيل أو بيحاول إنه يقلل التفاصيل فأنا بنصحك لو أنت اشتريت الـ Honor X إن انت ما تستخدمش الـ AI للزكاء الاصطناعي الموجود في الكاميرا وخاصة بالليل يعني ممكن بالنهار يزبط شوية ولكن برضو أنا ملاحظتش الموضوع ده برضو ولكن ما تحاولش إن انت تستخدمه بالليل على عكس الـ AI اللي موجود في شاومي لو أنت اشتريت الـ 8 Lite أنصحك إن انت تسيبه شغال 24 ساعة وفي كل الصور بتاعتك لنه يحسن كتير جدا من جودة الصور ولكن في المجمل أنا باعتبر الكاميرات الخلفية اللي موجودة في الـ 8X وفي الـ 8 Lite من أفضل الكاميرات اللي نزلت خلال 2018 في الفئة المتوسطة ومش هبالغ والله لو قلت لكم إن دول أفضل كاميرتين في الفئة المتوسطة لحد دلوقتي سواء الـ 8 Lite أو الـ 8X فلو أنت اشتريت أي واحد فيهم عشان مسألة الكاميرات الخلفية مش هتندب ويلا بينا بقى دلوقتي على مراجعة الكاميرات الأمامية للجهازين هنا في الصورة رقم واحد التفوق كان لشاومي الـ 8 Lite بسبب إن التفاصيل هنا كانت زيادة وكمان الصورة كانت أوضح بشكل أجمل والألوان كانت طبيعية وده طبعا بيرجع إن عدد الميجابيكسل الموجود في شاومي أكتر من الميجابيكسل الموجود في أونر الصورة رقم 2 نفس الكلام برضو هيكون التفوق للـ 8 Lite بسبب التفاصيل اللي هي كانت أكتر شوية وإن الصورة طبيعية أكتر فالتفاصيل في الصورتين اللي فاتوا كانت لصالح شاومي وبرضو الألوان كانت لصالح شاومي خلاصة الكاميرا الأمامية فيه تفوق بقى هنا بشكل ملحوظ وتفوق واضح لصالح الـ 8 Lite على الـ 8X ودي طبعا حاجة كانت معروفة إن عدد الميجابيكسل اللي موجود في شاومي الـ 8 Lite أعلى من عدد الميجابيكسل اللي موجود في أونر 8X وبرضو التفاصيل اللي هتطلحها طبعا الكاميرا في الشاومي هتبقى أفضل من التفاصيل اللي هتطلحها الـ 8X وبرضو في مسألة الألوان فخلاصة الكاميرا الأمامية لا لو أنت بتدارع كاميرا أمامية أعتقد أن الـ 8 Lite هيكون أفضل من الـ 8X الأداء بين الجهازين فريبة أونر وفريق شاومي اهدوا كده عشان الكلام اللي جاي كلام هيفكو فبلاش كل واحد يتصرع لا خلي عندكم النظرة بتاعكم مش محدودة للجهازين الأداء ما بين الجهازين كان كويس جدا سواء أنت بتتصفح سوشيال ميديا زي فيسبوك واتساب انستجرام التطبقات اليومية بتاعتك والمقام اليومية هتمشي معك كويسة جدا على الجهازين ولكن 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 الـ 8X الوجهة بتاعة أونر ذات نفسها زي ما أنا قلت في فيديو المراجعة بتاعه أني لا محتاجة تخف شوية محتاجة أن يكون فيها بعض السلاسة يعني وجهة شاومي هنا في الـ 8 Lite كانت أسلس طيب هل كده الجهاز من السريع الـ 8X؟ لا الجهازين سرعة جدا والجهازين كويسين جدا ولكن في فرق بين السلاسة والسرعة السلاسة زي أن انت تيجي تفتح الأنيميشن الأنيميشن كانت أخف بشكل ملحوظ على الـ 8X خاصة لو انت بتضغط على الجهاز يعني لو انت فتحت مثلا بتاع حوالي 10 تطبقات في المالتي تاسك مرة واحدة على الـ 8 Lite والـ 8X وتيجي تتنقل ما بينهم هتلاقي سلاسة الأنيميشن أكتر في الشاومي عن الأونر ولكن الجهازين ممتازين في التصفح اليومي أما بالنسبة للألعاب الـ 2 كانوا ممتازين جدا في الألعاب البسيطة وفي الألعاب المتوسطة ولكن في الألعاب التقيلة كان في تفوق ملحوظ بشكل بسيط لصالح الشاومي 8 Lite هو بشكل بسيط جدا وده طبيعي بسبب معالج الرسوميات اللي موجود في السناب دراجون 660 بتفوق بشكل بسيط على معالج الرسوميات اللي موجود في الكيرين 710 لكن في المجمل الأداء بتاع الجهازين كان ممتاز جدا والجهازين مش هيزعلوك والجهازين هتقدر بيهم ان انت تمارس مهامك اليومية بشكل جميل جدا والعابك كلها اللي انت محتاجها البطارية في الجهازين الـ 8 Lite بيجي بطارية بسعة 3350 ميلي أمبير وبتدعم شحن سريع ومنفذ طيب سي على عكس الـ 8X اللي بيجي بـ 3750 ميلي أمبير ولكن هنا المنفذ بماكرو يوز بي طبعا مسألة المنفذ والشحن السريع دي لصالح الـ 8 Lite والدرجة التوفرها معاك طول اليوم وان هي مين فيه ما تقعد اكتر بكل شفافية وبكل وضوح وبكل صراحة الـ 8X بيتفوق في مسألة البطارية وده بيرجع لسببين حجم البطارية الكبير وكمان المعالج الـ 710 اللي بيكون موفر أكتر للطاقة عن الـ 660 بسبب معمارية البناء بتاعة تصنيع الجهاز ذات نفسه وتصنيع المعالج اللي بتيجي 12 نانو متر في الكيرن 710 على عكس الـ 660 اللي بيجي 14 نانو متر فطبيعي الكيرن 710 يكون بيوفر طاقة بشكل أكبر ففي المجمل البطارية هتقعد معاك بشكل أكبر في الـ 8X ولكن الشحن السريع ومنفذ الطايب سي هيكون متوفرين في الـ 8 Lite فأنت بقى تختار مين فيهم الأهم بالنسبة له بالنسبة لأسعار الجهازين كل جهاز فيهم ليه نسختين المي 8 Lite بيجي بنسختين 64 و 64 بسعر 4 تلت ستات ونسخة تانية 628 بخمسة 3 أربعات أما الأونر ايت اكس بيجي بنسختين 64 و 64 بسعر 4 أربعات و 428 بربعة 3 تمانيات الأسعار غريبة وكلهم 3 ستات 3 تمانيات احنا طهنا في وسط الأسعار ولكن كل ده في صالح المستقدم أما بالنسبة بقى على الرأي والزاتون النهائية في الجهازين دول مبدئيا كده حابت بس وضح نقطة أنا لخصت الخمس نقط اللي هما المستخدمين هتروح لهم وهتعوزهم تعرفهم أول ما يبقى معاهم خمس تلاف جنيه وبيقلنوا ما بين الجهازين محبيتش أدخلكوا في كلام تكنيكل وكلام كبير قوي بقى وهاتوا قد لا أنا حبيت أن أنا أوضح لكم الخمس نقط دول بشكل مفيد جدا وبشكل مبسط قوي في صورة المميزات وعيوب فأنا أوضحت لك الميزة والعيب لكل جهاز من الجهازين دول أنت بقى عليك أن أنت تختار الباكتج المناسبة لك يعني فيه نقطة أنا ممكن أكون شيئا فيها ميزة أنت تشوفها عيب والعكس أنا نقطة أشوفها عيب أنت تشوفها ميزة وليكن مساء على سبيل المثال أنا ممكن أشوف البطارية عيب أنت تشوفها ميزة وممكن أنا أشوفها ميزة أنت تشوفها عيب فكل واحد فينا بيختار الباكتج اللي هو عايزها على حسب الميزة والعيب بالنسبة له هو الحاجة المهمة لي اللي هو بيحتك بيها في الموبايلين ولكن في المجمل الجهازين دول انا شخصيا بعتبرهم دول افضل اجهزة الفئة المتوسطة ان دول الجهازين فعلا اللي تدوني لقيمة مقابل السعر في 2018 وسواء جبت اونر ات اكس سواء جبت شاومي مي ات لايت فالجهازين مش هزعلوك والجهازين هيبقوا كويسين جدا معاك وانتكاد تكون اصلا الفرقات ما بينهم بسيطة جدا بترجع لك انت وانت اللي هتحدد ان الموبايل هيكون مفيد لك بس كده دي كان كل حاجة عن المقارنة بتاعة النهاردة فما تنسوش يا جماعة تفعلوا الجرس والاشعارات عشان فيه مقارنات كده حماسية شوية جاية الفترة اللي جاية فما تنسوش ان انتوا تفعلوا الجرس طبعا وبعد ما تشتركوا في القناة وتدعمونا طبعا باللايك وبالشير وتكتبونا تحت رأيكم في الكمنتيات لو معاك خمس تلف جنيه تشتري مين فيهم ولو انت محتاج تشتري الجهاز ده وانت كنت من الناس اللي بتحب تشتري من المحلات فانا برشح لك تطش الصور اما لو انت بتكون من الناس اللي بتحب تشتري اونلاين فانا سيبلك لينكات شرع الجهاز زين دول من سوق وجمية سابقا لكم تحت في الديسكريبشن هتساعدوني كتير اوي لو اشتريتوا منها اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات التانية كتير جدا كان معكم محمد طايل دمتم في رعاية الله السلام عليكم